اشتركوا في القناة وإن كانت هي داخلة في خلق الإنسان وتكوينه وجيناته لكن برضو مقصود في السلوك في التربية من أشبه أباه فما ظلم فالإنسان بيتعلم من أبوه بيتعلم من أسرته بيتعلم من الناس الحوله وبيمتهن في كثير من الأحوال مهنتهم يتعلم منهم ويأخذ منهم ولذلك هذا السلوك ينتغل من الأب وينتغل من الأم أيضا ينتغل إلى الأبناء وبالتالي هذا يلزم الأب أنه يكون منضبط السلوك أمام أبناه ويحرص على أنه ينقل لهم ما يفيدهم ويوجههم ويرشدهم وبالتالي يأثر فيهم في خدمة الناس في خدمة المجتمع في التعاون على البر والتغوى في الزهاب إلى المساجد في الإصلاح بين الناس في كل الأعمال الطيبة التي يفترض أن يقوم بها الإنسان يؤثر الأب وتؤثر الأم على هؤلاء الأبناء بالسلوك الذي يقدمونه أمامهم وكذلك أيضا التدريب العملي يعني الأم من واجب أيضا تعلم بيتها تعلم خدمة البيت، تعلم خدمة الآخرين، استقبال الضيوف وكذلك أيضا التعامل مع المجتمع والحرص والأدب كل هذه تنتقل من الأم للبنت، ومن الأب للولد، ومن الوالدين للأبناء فجان الفار حفار، بغدر ما عند الأب من مهارات، يمكن أن تنتقل إلى الأبناء هذه المهارات وهذا مثل نابع من بيئتنا، بين الفار حفار